سعى الخير مشاهدي قناة الصحة والجميل أهلا بكم في ساعة مع رانيا النهاردة دي معي الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن موضوع أولادنا كتير بيمروا به أولادنا في سن معين بيبقى نفسهم بيدخلوا في تخصصات معينة ساعات بيواجه مشكلة المجموع بس النهاردة معينا تقا عبدالقادر من الشركة البريطانية لخدمات التعليمية أهلا بك يا رانيا أهلا بك يا تقا هنتكلم عن إزاي ممكن لو في مجموع قليل ممكن الولاد يطلعوا يسافروا بره مصر سواء تعليم كانوا بيدرسوا هنا في مصر تعليم ناشونل اللي هو مصري أو بريطاني أو أمريكي هي بقى الشركة عندها بتساعد إزاي الولاد يطلعوا بره مضبوط أولا أحبى شهور جدا لصدفنا النهاردة إحنا في الشركة البريطانية لخدمات التعليمية بنساعد الولاد أن هم مبدئيا يعرفوا بالضبط هم عايزين يدرسوا إيه يعني إحنا حتى زمان لما تخرجنا من سنوي ما كناش فاهمين قوي إيه هو مثلا الحاجات التحت هندسة إيه الحاجات التحت بيزنس مهما كاننا عارفة مثلا الكلمة العامة ما بيبقاش عارفة بالضبط التخصصات أنا كطالب ولسه 16-17 سنة فدي تبقى أهم خطوة بالنسبة لنا أن إحنا نفهم الطالب بالضبط إيه التخصصات المتاحة بالنسبة له وإيه اللي هو حبه أكتر فيه أولاد كتير بيكونوا مثلا بيرتموا كويس قوي وعايزين يخشوا مثلا أركيتكتر أو هندسة معمارية عشان حاسين أنت دي هي أقرب حاجة يقدروا يعملوها فلما بنفتح لهم ببان مختلفة يقدروا يلاقوا عندهم حاجات ليه علاقة بالدزاين أكتر ممكن يشتغلوا على الموبايلات الأبليكيشنز مثلا يعملوا الدزاين ديها فأول خطوة دي تبقى مهمة قوي هو يحدد بزبط هو عايز برسئي بعد كده بنبتدي نبص على دراجاته وهو حابب يروح فين بالزبط بما أن احنا بنشتغل في أكتر من عشر دول فدي بتساعده أكتر أنه يبقى عنده أوبشنز مختلفة يعني الدراجات يعني الدراجات مش بتفرق معاكوا في حاجة أو بتعملوا زي حاجة إكويفلنت بالزبط كده طبعا كل جامعة بره بيكون لها زي دراجات معينة محتاجينها عشان الطالب يدخل على سنة أولى بس لو الطالب مش جايب الدراجات دي بنقدر نحن نساعده أنه يدرس حاجة زيادة في الأول وبيقدر أنه يجوين الجامعة بعد كده إنما هنا في مصر مثلا لو هندسة عايزة 98 وانا جبت 95 خلاص يعني 100% أنا بره إنما بره مصر الموضوع مختلف عشان التعليم بالنسبة لهم مهم جدا كمان لو هنتكلم على بريطانيا مثلا التعليم هناك يعتبر تالت مصدر داخل الدولة فزي ما هو تعليم وإدوكيشن وحاجة مهمة قوي هو بيزنس في الأول وفي الآخر فهم عايزين يقبلوا أكبر عدد من السورينس يقدروا يقبلوا فبالتالي إحنا برضو بنقدر نساعد الطالب بنقيله حال مهما كانت درجاته ومهما كانت نظام تعليمه طب تقدر يتقولي لي إيه الدول اللي متاحة أن الطالب ممكن يسافرها غير بريطانيا؟ تمام إحنا من خلالنا بنقدر نسافره على بريطانيا على أمريكا، كندا، أسبانيا ألمانيا، ماليزيا المجر، روسيا دي كولكشن كده يعني موجودة عندنا طبعا في جوة كل بلد بيبقى فيها عدد من الجمعات يعني في بريطانيا مثلا عندنا 80 جمع طيب لما بيجيلك بقى الطالب وعايز يختار بيختار مثلا يجي يقولك أنا عندي الميزانية الفلانية أو البودجت الفلاني طلعيني بيه أو ده يعني له علاقة بالدرجات يعني إيه الأفضل؟ بصي هو فيه فاكترز كتير أو عوامل كتير قوي بنختار عليها طبعا الميزانية دي بتبقى من أهم العوامل لأن دي هي الفلوس اللي بتفعها للجمع وهنا أحب يعني أوضح حاجة مهمة إن إحنا مش بنوفر منح كاملة للجمع هوافر إحنا بنوفر منح جزئية أو زي ما تقولي خصومات على المصاري بتاعت الجمع فبدلا ما هي مثلا من 13 ممكن ننزلها لعشرة أو تسعة ونص تاني حاجة بتبقى عامل مهم جدا طبعا درجات الطالب معلش سوري بس يعني أنتو بتعملوا ديسكاونت عن الأسعار المعلنة قرادزي؟ بالضبط آه يعني أنتو فيه فرق من هو لو راح الجمع الوحده غير لو راح عن طريق آه أكيد دي أول حاجة تاني حاجة بتبقى عامل الدرجات ده مهمة جدا جدا علشان كل جمعة طبعا محتاجة درجات معينة يعني مهما كان برضو أنت لو عايز تدخل طب بتبقى عايز تجيب درجات معينة عايز تدخل هندسة ممكن درجات تبقى أقل شوية وهكذا وثالث حاجة ده يوصلنا ثالث حاجة المجال اللي هو عايز يدرسه برضو كل حاجة بيكون لها متطلباتها فبما أن احنا بمعارفين كل المتطلبات دي من الأول فبنساعد الطالب وبنوفر عليه وقته مجهود كتير قوي أن احنا بنقوله ده على طول مباشرة بدل ما هو يعود يدور ولسه هيشوف هيتقبل ولا لأ أو هكذا تمام طيب حاجة مهمة بقى عايز المشاهدين يعرفوها عايزين يتكلمين أكتر عن الشركة بتاعتك تمام شركة عشان فيه شركات كتير قوي بتبقى فيك أو مش حقيقية وممكن بياخدوا فلوسهم ما بيصفروش أو بيصفروا وخلاص ويسيبوا الطالب مضبوط لا طبعا احنا شركة قائمة من 2012 لنا أربع فروع في أربع دول في مصر وكويت والسودان في الخرطوم ويوكي نفسها حتى في مصر عندنا فرع في القاهرة وفي اسكندرية فاحنا الحمد لله بقلنا ثمان سنين أهو شغالين في المجال ده ومنامل شراكات مع الجماعات برا يعني برضو ناخد بالنا من حاجة أن احنا بنصفر الطالب على جامعة أورادي بارتنر معي مش أي جامعة يعني بقدر أن ايها على الناتو فكون إن الجامعة أصلا توافق من الأول إن هي تعمل معي شراكة ده معنى إن الجامعة عامل دراسة عني ووثق أن أنا يعني شغالة بالحاجة ليجل يعني مش أي كلام ثالث حاجة إحنا الحمد لله برضو عاملين علاقات كويسة جدا مع المدرس الدولية في مصر فدي حاجة برضو تكون يعني بتسابورت المكان بتاعنا تمام طيب طريقة الدفع بتبقى زي هل بيدفعوا لكوا إنتوا للشركة نفسها بيجي تديكوا فلوس ولا بيحاولوا للجامعات برا أو بيعملوا إيه لا طبعا إحنا يعني كل الفلوس اللي الولاد بيدفعوها بتكون دايريكت على الجامعة ما بنبقاش إحنا لنا دخل بيها خالص حتى إحنا بندي مثلا للطالب أو للبارنت والي الأمر التفاصيل بتاعت البنك بتاعت الجامعة ويقدروا هم حتى يتأكدوا منها أونداين يعني أصلا الجامعة بتكون محطة ده عن المواقع بتاعتها فما فيش أي يعني دفع بيتمعا خلالنا خالص وده برضو يعني ممكن تكون حاجة في صالحنا إن إحنا مش ناخد أي فلوس من الطالب أو في موازم الخدمات بتاعتنا فبس فده حاجة تطمن طبعا أولياء الأمور طيب الإجراءات بقى يعني أنا مثلا سأبني حاجة أقدم له أقدم له في أنهي سيزن يعني مثلا عايز أقدم له في السيزن الجاي مثلا اللي هو الشهر التسعة الجاي في البداية الدراسة أبتدي أقدم من إمتى والإجراءات بتاخد وقت قدي تمام هو برا الترمات بتبقى عندهم ترمين دول سبتين قوي هما تسعة ويناير سهرة واحد فعشان أقدم على تسعة يعني يستحسن إحنا أقدم من دلوقتي إحنا في شهر اثنين بنحتاج من الطالب أوراق كتيرا أنه يجيبها من المدرسة وممكن أحاجات حكومية يقدر يجيبها زي شهادة ميلاد مثلا أو كده فطبعا كل ده بياخد وقت فنصيحتي أن هما يقدموا من دلوقتي ويبتدوا أنهما حتى يدرسوا الموضوع من دلوقتي مستريحين في الوقت وميتذنقش خالص في آخر شهر لأ ابتدي يقدم من دلوقتي وخليك مستريح يمشي في البروسس خطوة خطوة بتساعدهم كمان في الإقامة وفي كده ولا بس مجرد الجامعة لا دفنت لي في الإقامة يعني بسي هو كل حاجة ليها علاقة بين الطالبنا مسافر عشان يدرس إحنا بنعمل هيدا من أول ما هو بيختار لحد ما بنحجزه السكن والسكن بيكون في الكامبس بتاع الجامعة يعني سيف يعني لو حد ميسافر ولاده ما يقلقش عليهم في كامبس في طلبة برضو هو معمول أصلا علشان الطلبة اللي جاي من بره كمان دي تاني حاجة وبنساعده في الفيزا أبليكيشن إن احنا بنملاله الفيزا أبليكيشن كله وبننصحه بالزبط الورق المطلوب حتى بالصيغة بتاعة الورقة لازم تكون مطابقة لللي احنا عايزينه وإحنا الحمد لله بقلنا 3-4 سنين و4 عندنا 100% يعني قبول من السفارات فدي حاجة برضو تطمن الناس إن احنا الحمد لله فاهمين قوي شغلنا وبنعمله بقالنا كتير فيتطمنوا خالص يعني لما يجوا أقدموا معنا إن شاء الله أكيد إن شاء الله طيب إنتوا بقى بتوصلوا زي للشريحة اللي إنتوا عايزينها يعني بتعملوا معارض أو بتعملوا إيه والحاجة التانية اللي عايز يوصلوكو يوصلوكو إزاي ممكن باتقولي المشاهدين يوصلوكو إزاي أكيد طيب خلينا نجاوب على الجزء الأولين إحنا عشان نوصل للناس أو عشان الناس توصل لنا في خلال السنة بنعمل من ثلاثة لأربع معارض كبار المعارض دي بتكون عاملة إزاي إحنا بنعزم أو بنإنفايت الشركاء بتاعنا من بره بيجوا عشان يقابلوا طلبة بنفسهم وطبعا دي برضو حاجة كمان تدينا كرادابلتي أو مصدقية معند الناس إن إحنا الجامعة نفسها بعت شخص يتكلم عنها ويكلم الولاد إيل ديسكونتس مثلا متاحة السنة دي وهكذا وعندنا الحمد لله المعرض اللي جاي هيكون يوم 16 و 17 فبراير الحد والاثنين اللي جايين دول على طول خلاص في شواء إن شاء الله يوم 16 إن شاء الله هنكون في التجمع في فندق هلمن ويوم 17 هنكون في 6 أكتوبر في فندق نوفوتال نبقى نعمل لكم أنونس إن شاء الله إن شاء الله مرسي جدا طبعا الحضور بيبقى يعني كومبليتي فور فري مش بيكون فيه أي رسوم للدخول خالص فكل الناس يعني معزوما هي تشرفنا إن شاء الله إن شاء الله فدي تبقى أول حاجة كده نقدر نوصل بها للناس تاني حاجة إحنا برضو كشركة بيبقى عندنا زي ما قلت حاليك علاقات كويسة بالمدارس الدولية فبنقدر حتى نزور الولاد جوه المدارس نعمل لهم زي برزنتيشن كده عن نقدر نساعدهم ازاي ويقدروا سفروا فين معينا وهكذا فده بيبقى يعني تو أبروتشز كده نوصل بيهم للناس تاني جزء من السؤال معلش كان نقهي تاني جزء من السؤال أنا نسيته تاني جزء إن هما يوصلوا لكو إزاي أنت بقى تعرفي الناس إزاي يوصلوا لكو التواصل معاكو إزاي يبصوا يشوفوا الويب سايت إيه هو الحاجة معروضة على الشاشة عموما بس برضو توقت تقول التفاصيل بما إحنا على التلفزيون فحنا نتكلم بقاهرة واسكندرية عادي إحنا في القاهرة موجودين في مدينة نصر في مقرم عبيت أرقامنا موجودة على الشاشة بنشتغل يعني من 9 إلى 6 فيقدروا يكلمونا في أي وقت حد من السيم هيرد عليهم ويقولهم معلومات كافية جدا ويقدروا طبعا يشرفونا في المكتب كمان ودي حاجة بتميزنا عن الشركات التانية في المجال ده إن إحنا مش بناخد أي رسوم أو فيز من الناس لما بتجيلنا المكتب يعني ما فيش أد ميشن فيز ولا أبليكيشن هيتميلي ولا أي حاجة خالص خالص ما يجيلكوا بس بالضبط الطالب ومامته أو باباوه مثلا بيشرفونا في المكتب بنقعد مع بعض يعني بنقعد ممكن بالساعة أو الساعتين نفاهمهم بالضبط كل حاجة يقدروا يفهموها وبياخدوا كمان كتب من الجماعات مبعوطة من بره يقدروا حتى يتبقى ريفرنس ليهم بعد كده ده بالنسبة للقاهرة بالنسبة للكندرية احنا موجودين في الهلال الأحمر رويل تاور في سموحة برضو يقدروا يشرفونه في أي وقت من سبتة للخميس تمام في حاجة برضو حلوة جيلتان أنا كنت أعرفها منك وإحنا بنحضر للحلقة برضو المشاهدين ياريت تعرفوها اللي هي بتاعت البريتش تروفي أو كاس البريطاني مضبوط تمام كده برضو ممكن تكلمين عنها طيب حلو قوي الكاس البريطاني أو البريتش تروفي ده احنا يعني برضو فخورين جدا بأن احنا نعتبر أول شركة في مصر وفي الميدل إيست نعمل إيفانت زي كده هو عبارة عن فوتبول تورمينت عمل زي كاس العالم بس على شكل مصاغر قوي مسابقة كرة قدم ما بين المدارس الدولية في مصر بتتلاعب على مدار ثلاث تيام هتكون من 25 إلى 27 فبراير اللي جاي الفريق اللي بيكسب اللي بيطلع أول مكانة بيكسب الكاس طبعا وبيسافر بريطانيا لمدة أسبوع بيكون رحلة ببلاش تماما رحلة طرفيهية بالضبط كده بتكون برعاية واحد من شركاءنا في بريطانيا السنة دي هي برعاية ليفر بول جون مورس دي جامعة معروفة في مدينة ليفر بول ده معناه أن أولاد هيروحوا ليفر بول سيتي ربنا معيهم كده ويشوف محمد صلاح والحيط إن شاء الله ما شفش شهرها فده هتبقى إن شاء الله سنة دي وبجانب ده برضو بيزوروا لندن وبيزوروا كذا سيتي تانية في بريطانيا وكمان المركز الثاني والثالث بيكسبوا يعني هدايا مردية قيامة ده بيبقى شخص ولا فريق يعني الفريق اللي بيكسب ولا شخص بيبقى بتختاره حد الفريق كامل أصلا بيكون من سبعة لتسع لعيبة معاهم الكوتش بتاعهم فكلما على بعض يكونوا عشر أفراد ده من كل مدرسة ولا من كل مدرسة يسا أو من كل مدرسة زائد حد من التيم بتاعنا برضو بيسافر معاهم برضو أمان أكتر وعلشان يعرفهم الدنيا ويبقى ماشي على السكادول اللي احنا حطينه يعني طيب متوسط بقى الأعمار يعني اللي عايز يشترك في البريتش تروفي من سن كام ولو أنا مثلا ولدي في مدرسة أو كده أنا اللي بروح أقدم ولا لازم المدرسة تكون متعقدة معاكم لا هو طبعا إحنا بنتعامل مع المدارس أكتر مش مع الطلبة لأن الموضوع بيكون يعني رسمي أكتر والمشاركة بيكون من المدرسة كلها مش مجرد يعني طلبة بس مهتمين الأعمار بتكون من جريد 9 لحد جريد 12 جريد 9 ده ممكن يكون 14 تقريبا 15 سنة لحد 16-17 سنة والمدرسة بتقوم من هي بتنظم الفريق ده وبيختاروا طبعا أحسن نعيبة موجودين في السنين دي وبتكلمنا بعد كده بالفورم بتاعت اللعيبة وبيدفعوا رسوم الاشتراك وبعد كده خلاص يعني بيتم الإعلان أن هم مشتركين معنا وبيشتركوا في الماتشات بنبتدي الماتشات يعني طيب يعني ممكن مثلا لو في مدرسة أنتو مش متعقدين معيها وفي مجموعة ولاد مثلا كأولياء أمور عايزين أولادهم يبتدوا يشتركوا هل ممكن المجموعة دي تروح تقول المدرسة يرسلوكو أو كده أو طبعا ممكن الولاد لو حد مهتم بيتفرج علينا دلوقتي يكلم المدرسة لإدارة بتاعتها والمدرسة تقدر تتكلمنا طبعا على الأرقام برضو الموجودة أكشلي زميني هو إسلام صلاح هو المسؤول عن تنظيم الفوتبول توري منزي فلما يكلمونا إن شاء الله هو هيبقى بيرد على كل أسئلتهم ليه علاقة بالتنظيم المنشاطة يكون فيه وإمتى ومن الساعة كام كل الكلام ده ولو خلاص الدنيا تمام يعني خلاص بيتم الاشتراك بس يعني في نوع صغيرة كده أن احنا بنقفل الدنيا خالص آه إمتى بقى لو في حد عايز يعمل ده يحاول يعمله في خلال الأسبوع اللي جاي بكتير قوي في خلال الأسبوع اللي جاي طيب من يمام يكون كم طالب تسعة من المدرسة من سبعة لتسعة متوسط أعمارهم قد إيه بقى يعني الدروب الواحد من ناين لتولف من ناين لتولف عادي يعني ممكن يكون السبعة من تسعة من أعمار مختلفة من اثنين من ناين اثنين من تن اثنين من ألفن أحسن عيبة يعني المدرسة تختار طبعا أحسن عيبة بالنسبة لهم وبيكونوا فريق مع بعض وبيلعبوا تمام طيب أنا هديكي بقى المايك بقى أنت تتكلمي شوي عن أي موضوع أنت عايز تتكلمي فيه تعرفي المشاهدين علشان يتطمنوا من الشركة واللي أنت عايزة بقى عن الشركة خالص أوكي يعني أنا أحب طبعا أوجه كلام لأولياء الأمور بشكل يعني سبسيفك كده علشان موضوع دراسة في الخارج ده بيكون عليه كلام كتير قوي وفي حد سمع حاجة من واحد صاحبه أو من قريبه أو من حد ممكن يكون سافر أو ما سافرش قبل كده المعلومات دي مش دايما تكون صح خالص إحنا مهمتنا ودور برضو أساسي من اللي إحنا بنعمله وإن إحنا بنصحح هذه المعلومات دي وبعد كده الطالب أو وليه الأمر بيقدر يقرر هو عايز سافر ولا لأ بس بقابل ناس كتير قوي سواء طالب أو ليه أمور بيكونوا رفضين مثلا الفكرة بسبب معلومة أصلا هي غلط فأنا بس بحب أوضح ده للناس أن مش كل المعلومات المعروفة بتكون مصبوطة وحتى لو هي مصبوطة من سنتين دلوقت كل حاجة بتتجدد ومش كل الشركات زي بعضها بالضبط إحنا ممكن نقدم حاجة مختلفة عن شركات تانية وإحنا الحمد لله بالحاجات اللي بقولها لك عشر دول وكل المساعدات اللي بنعملها زي يعني إحنا متميزين الحمد لله في المجال بتاعنا في مصر فبنصحهم بس أن هما ما ياخدوش قرار متسرع أو على معلومات مغلوطة وطبعا بدعوهم أن هما يشرفونا في الإيفنت الجاي في المعرض يوم 16 و17 ده يخليهم يعرفوا المعلومات الصح وبعد كده يقدروا ياخدوا القرار يعني لو عايزين يكملوا في الموضوع أهلا وسهلا طبعا إحنا مستعدين نساعدهم من مبارح لو لأ برضو لأن بسبب ما هما مش لقين الموضوع ده مناسب بالنسبة لهم خلص بس أتليس يكونوا ياخدين القرار على معلومات مظبوطة مش على إن هو سمع حاجة يعني أو حد بقاله حاجة من فترة سؤال أخير برضو ونوضحه أنتو مش بتقتصروا بس على الطلبة اللي هما سنوي أنتو بتطلعوا كمان الطلبة اللي تخرجوا من الجامعة صح كده لو عايزين يعملوا ديبلوما يعملوا أو ماجستير أو ماجستير فهي يعني إحنا بنهتم بالدراسة بشكل عام إحنا حتى بنتعامل مع الطلبة الزغنطاتين اللي هو يونج ليرنرز مثلا من 8-10 سنين دول إحنا ممكن نساعدهم من هما يسافروا زي سامر كامب برضو بيروحوا إما بريطانيا ألمانيا بيعملوا زي بيدرسوا لغة وباقي اليوم بيكون برضو طرفيه وبيقف يسكتجوا المحطوط فمن دول لحد 17-18 اللي هما الناس اللي دخل جامعة لحد بقى 20-30 الناس اللي بتعمل ماجستير عايزة تتخصص أكتر في مجالها الناس دي اللي بيكون عايزة مين اللي بتدور إن هي برضو تكبر في شغلها أو إن هي تزود دخلها بإنها تتعلم تعليم أكتر فإحنا بنساعد يعني كل الأعمار بكل درجات التعليم عمتا تمام اللي سنهم بقى من 8 سنين دول هل بتطلعوا معهم مرافق؟ بيكون في مرافق معهم برضو من التسين بتاعنا وهناك الناس اللي مستقبلهم هناك أوه مدرأس هم قصود من الأهل مثلا؟ لو أم عايزة تطلع أب عايزة يطلع؟ لا من أهل بيكون صعب لأنه هو بيكون يعني برنامج معمول للطالبة زغنططين وبيكون يا إما طالع حد معيهم من التسين بتاعنا يا إما المدرسة اللي مستقبلهم هناك طبعا عارفة السن عامل إزاي فهما بيكون معيهم خطوة بخطوة في كل مكان وبرضو الأكمديشن أو السكن بتاعهم بيكون يعني جنب المدرسة على طول دايما بيكون معهم جايد يعرفهم الدنيا يعني من ناحية الأمان ما تقلقيش خالص خالص من الحتة دي هما برضو هناك لو بنتكلم على بريطانيا مثلا بنسبة لهم الانترناشنال سورينت ده أو الشخص اللي جاي من بره عشان يتعلم عندنا شخص دافع فلوس شخص بيينفست في نفسه أو بيستثمر في نفسه وفي تعليمه فهما بيهتموا بيه جدا جدا من ناحية الأمان ومن ناحية أنه عنده صحاب من ناحية أنه حتى في الجامعة بعيدا عن الناحية الأكاديمية يكون لائي مثلا زي أسر أو نوازي جوة الجامعة يشارك فيهم زميله بحاجات تانية ولاش ألاقى بدراسة لو فيه ناس مثلا بيحبوا الأفلام أو كده يقدروا أنهما يعملوا تبادل ثقافات زي ما بيقولوا بزيطة كده تبادل ثقافات أو كمان يعني الاهتمامات مع بعض زي بعض يقدروا أنهما يقضوا وقت مع بعض بعد الجامعة انت أشكرك جدا جدا شكرا جدا جدا وأتمنى بجد المشاهدين يكونوا ووصلتهم معلومات كويسة وبتمنى التوفيق لكم للطلبة اللي هيجولكم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله مشاهدي قناة الصحة والجمال يارب تكونوا استفدتوا من الفقرة زي وإن شاء الله بتمنى التوفيق لكل الطلبة ولأي حد عايز يدرس وأشوفكم بعد الفاصل شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة